الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائلة من بسعادة تقول رأيت في المنام ولدي الرضيع شعره طويل طويل جدا وقد أرعبني هذا المنام فما تفسير ذلك يا أختي وعلىك مرعوبة هذا المنام فيه الخير والبركة وليدك ليزاد هذا لراك ترضعي فيه الرضيع راح يطول عمره إن شاء الله ما تخافيش بلك راه مريد ولك شما لطباء قالوا لك ولك شما كي خايف عليه هو ربي يعطي لك علامة على أن عمره يطول من رأى أن شعر رأسه طويل فهي علامة على طول العمر وانت شفت شعرت رأسه وليدك طويل طويل جدا ربي طوله عمره في طاعة الله أبشر إخلاص ما تخافيش قاع أي أخلاص قاعوا واش قالوا لك ما عنده احتمعنا ربي ورألك علامة على عمره يطول سائل يقول كذلك سائل يقول رأيت الدودة يخرج من جسدي رأيت الدودة يخرج من جسدي أبشر الدود هذا هو الهم الهم أما للدودة يخرج من الجسد التاعك معنتها الهم قاعواح يروح يزول قاع الهموم لراهي عندك تخرج كما الدود يخرج من الجسد يخرج والجسد يتنقى ويتسقم ويزيان وربي يبارك لك أيامك وصحتك وعقلك وقلبك ودينك إن شاء الله ما لا أبشر ما تخافش قاع ما تخافش أو سخساني تانيك واحد ديكنا جاكي يطول تاعوص بها معمره بالدود هذا الزوال الهم الهم يزول إن شاء الله يتنحى قاع سائل يقول أقسمت أن لا أتكلم مع أخي ها قدك شاطرين غيفر في خاوتكم وكلمته فماذا يترتب علي صوم تلت أيام وتستغفر وتندم وتقول له يا ربي سامحني أنا إنسان جاهل زعمه غير زعف وخوره يحلف ما يهدرش معه وانت شكور انت نبي ولا رسول ولا ولي ولا رجل صالح وكما تهدرش معه وش أحيصر وش أحيصر هكا حتعاونه على الشيطان بل أخو قدر غلطة انت تقول والله ما نهدر معه هو الشيطان جابها لك على لأنك لو كانت أهدر معه تنصحه ما للشيطان يقول لك أحلب لي ما تهدرش معه باش ما توصلوش النصيحة باش ما يسمع نصيحة ما يسمع موعيظة ما وحد يسقع له يروح وقالها إلى يحلف وما يهدرش معه ويخله وحده يدير وش قلو راسه لا لا مليحكي ما درت هكذا أهدر معه وصوم تلت أيام سائل يقول عندي أموال من الربا فأين أنفقها أنفقها في مصالح المسلمين روح للمصاحة الاستعجالات أتصيب مرضى ما عندوش باشي داوي أعطي له معوق يشري مكوسي متحرك أعطي له طالب جامع يقرأ ما عندوش باشي أدوة أشري له أنفقها في مصالح المسلمين فهمت؟ سائل يقول هل يجوز للمرأة دخول المقبرة بالسروال وعلىها غير المقبرة المرأة لا يجوز لها أن تلبس السروال أنا نقصه ماشي تحت الحجاب هكذا سروال يعني ليبين المفاتي انتحها ويبين الحجم انتحها ويبين الشكل انتحها لا يجوز لها في المقبرة ولا خارج المقبرة واشنو في المقبرة؟ الإثم يتضاعف علىه لأنها حولت مكان الموعظة والاعتبار إلى مكان للفتنة معنتها في المكان اللي لازم تعتبر تروح للمقبرة وتشوف تصيب واحد كبير 80 سنة تصيب واحد صغير 20 سنة تصيب أقبر غير صغير يقول لك زاد مات في نفس اليوم مات في نفس اليوم ساعة 4 ساعة 20 دقيقة يعني المكان اللي لازم تعتبر حولت إلى مكان للفتنة سمى إثمها يتضاعف هذه كمال يجي شرب الشراب ويقول بسم الله بسم الله في الشراب بسم الله تذكر اسم الله على الخمر هكذا نروح للمقبرة ونعصي وربي يعني في المكان للنبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أما لا هي يتروح بالسروال والماكياج وصبيغة وشكون هذا ليتذكر الآخرة من بعدها يروح يروح المقبرة ويصيب مرة لا يتذكر الآخرة يقعد مشغول بدل المنظر اللي يشافه لا لا يا أختي ما تتبسي السروال تحت الحجاب يجوز وهو أفضل تحت الحجاب سائل يقول ما هو عدل ركعات صلاة الظحى وفي أي وقت تصلى تصلى صلاة الظحى في وقت الظحى عند طلوع الشمس قيدة رمحين كي تطلع الشمس مليح الوقت اللي نبدأ نصله صلاة العيد هذا وقتها ويمتد وقتها إلى الزوال يعني للوقت اللي تدخل صلاة الظحى شعال عدل ركعات ثمانية ثمانية زوج وسلم زوج وسلم زوج وسلم زوج وسلم هذه صلاة الظحى سائل يقول ما حكم شراء الذهب بالتقسيط دون فائدة يجوز ولكن بشرط أنت ما تستلمش الذهب ما تستلمش الذهب راك رحت عند السياغ وشفت قطعة ذهبية مثلوا دير عشر ملايين ما تديهاش أنتا وإنما كل يوم كل ما يكون عندك تغطي السياغ درهم مليون زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة حتى وصلت العشر ملايين لما وصلت العشر ملايين ندي القطعة الذهبية لتساوي عشر ملايين بهذه طريقة تجوز أما أنك تديه الذهب وتبدأ تخلصه بالتقسيط فهذا لا يجوز على هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاولوا تفهمها واللي يفهم يفهم لي ما فهمش سينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد ما عندها في اللحظة لتدي الذهب في تلك اللحظة تبدأ درهمه لو كانت تدي الذهب وتبدأ تمد بالتقسيط الذهب ومادة تتغير في البورصة تغير رهيبا الذهب نهار السبت على عشر عنده سوما وعنطناش عنده سوما لأنه يتغير في البورصة تغير رهيب لا شيء عنده سوما غدوة عنده سوما وبالتالي انت أكدت هذه القطعة الذهبية عشر ملايين وبديت تعطيله بالأقل بالأقل عشر ملايين نقوله خلصها في سبع شهور يا وعلى سبع شهور السومة رأي تغيرت إما يكون طاح إما يكون زاد ولذلك يدم بيد ما هو الأفضل في كل هذا وما هو المخرج وكي لا يقع الإنسان في الحرام يروح يشوف قطعة ذهب يقلش على يديه قال عشر ما تعلن عشر يبدأ يمدي 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 النهار يوصل يزيد يسقسي ربما يقوله طاحت خمسمائة ألف ربما زادت ستمائة ألف وأنا أعلم بلي الصياغين راهما يقولوش للناس بليه وزاد كي يكون حياء يكون فات لأن الناس ما تعالش بليه الدهب يتغير لا لا يا أخي يجوز لك نهار يجيه الدهب بتاعه بشير ليحلال قوله إما طاحت السومة ردله وإما زادت السومة قوله زيد لي ويديها في اللحظة بالسومة انتح الحقيقية فهمتها ويجوز البيع بالتقصيد والشراء بالتقصيد للسيارات للمنازل لأي شيء ما عدا هذه الذهب والملح كي الأحكام سائلة تقولها ليجوز لنزع خماري أمام زوج أختي لا يا أختي ليجوز نحي خماري قدامه هو المحرم بالأصالة وليس المحرم بالنسب لأن هذا الرجل أختك لو كان أختك تتوفى يجوز له شرعا أن يتزوجك فهو ما عوش محرم بالأصالة هو محرم بالنسب ما لم تنحيش خمارك فهمتي؟ سائل يقول أخي متزوج وله البنات والبنين وهو لا يعمل وأنا أساعده لأنه فقير هذا الجاوب على هذا السؤال خلوه للحصة القادمة لانتهاء الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته